السلام عليكم تواصلت في عاصمة البيرو ليما فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب لأقل من 20 سنة في يومها الثالث الجزائر كانت ممثلة بخمس عدائين اليوم والبداية مع وليد توتي في تصفية 110 أمطار حواجز والذي أقصي بعد حلوله سابعا في مجموعته بتوقيت 14 ثانية و 36 جزء بالمئة مع العلم أن توقيته الشخصي هذه السنة هو 13 ثانية و 73 جزء بالمئة بعد ذلك جاء الدور على زميله زهر الدين قاسمي في نفس المسافة والذي اكتفى بالمركز الثامن بتوقيت 14 ثانية و 27 جزء بالمئة بعيدا عن توقيته الشخصي المقدر بـ 13 ثانية و 93 جزء بالمئة المسجل هذه السنة بعد ذلك جاء الدور على لوئي العمراوي الذي أقصي بدوره في تصفية الوثب الطويل بعد اكتفائه بتسجيل قفزة قدرها 7 أمطار و 39 سنتيمتر في المحاولة الثالثة مع العلم أيضا أن رقمه الشخصي هو 7 أمطار و 60 سنتيمتر ولو سجل أو عادر رقمه لا تأهل بسهولة لنهائي وكما تلاحظون فعديد العدائين الجزائرين لم يتمكنوا من تسجيل ألقام جديدة أو حتى معادلة ألقامهم الشخصية في الصهراء كان الموعد مع نسرين عابد في الدور النصف النهائي لسباق 800 متر حيث حلت خامسة في التصفية الثانية بتوقيت دقيقتين 6 ثواني و 4 أجزاء بالمئة ولم تتمكن من بلوغ الدور النهائي صاحبة السبعة عشر السنة تكون قد كسبت تجربة جديدة في هذه البطولة تحذيرا للمواعيد الدولية القادمة دائما مع سباق 800 متر هذه المرة لدى الظكور العداء أبو بكر بحاين في التصفية الثالثة والأخيرة الذي ورغم بدايته الجيدة في الدور الأولى ومرقبته للسباق إلا أنه انهار في المائة متر الأخيرة واكتفى أيضا بالمركز الخامس بتوقيت دقيقة 49 ثانية و 7 أجزاء بالمئة مفوتا على نفسه فرصة بنوغ النهائي برنامج اليوم الرابع من البطولة ستقتصر فيه المشاركة الجزائرية على عددان في العشر آلاف متر المشي والذي سيكون نهائي مباشر ومشاركة الثنائي أنس شواطي صاحب 43 دقيقة 30 ثانية و 50 جزء بالمئة وزميله ياسر رضاوية صاحب توقيت 43 دقيقة و 35 ثانية و 37 جزء بالمئة للإشارة سيشارك 39 عداء في هذا النهائي كانت هذه حوصلة موجزة للمشاركة الجزائرية في اليوم الثالث وبرنامج اليوم الرابع لبطولة العالم لألعاب القوال الشباب الجارية في مدينة ليما بالبيرو والتي نحاول دائما مواكبتكم بآخر الأخبار والنتائج العدائين الجزائريين المشاركين الذين نتمنى لهم التوفيق وتسجيل أحسن النتائج فما عليكم سوى متابعتنا وتسجيل الإعجاب والمشاركة في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل أخبار رياضة الجزائرية في أوقتها شكرا لكم المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة